محمد رمضان في ورطة جديدة إهانته لممثلة مصرية شهيرة تتفاعل ورده يفاجئ الجميع وقع الفنان المصري محمد رمضان بورطة جديدة بعد ما كشفت الممثل المصري وعضو مجلس الشيوخ المصري ساميرة عبد العزيز عن تعرضة للإهانة والشتم من قبل محمد رمضان بسبب رفض أداء دور والدته بأحد الأعمال الدرامية ووصفت وقت الموضوع بأنه ترفض أداء دور مبلطجي هيدا الاتهام من قبل الممثلة ساميرة عبد العزيز استدعى رد من محمد رمضاني يلي نشر عبر صفحة الخاصة على انستجرام مقطع فيديو آلفي الكلام يلي قالته الأستاذي ما صار على الإطلاق وعمري بحياتي ما حكيت معحدة أكبر مني بالطريقة يلي قالته هي وعلق محمد رمضان على الفيديو وقال حق الرد على كلام الأستاذي ساميرة عبد العزيز مع كامل احترام وتقدير إله حق الرد في قصة الأستاذة ساميرة عبد العزيز الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق والموضوع ما وقف عند هيدا الحد واتدخلت نقابة المهن التمثيلية المصرية صارت بيان عاجل وأكدت إنه هيدا الأمر ما رح يمرق مرور الكرام وأشار نقيب المهن التمثيلية الممثل المصري أشرف زكي بتصريحات صحفية لغضب المجلس من يلي صار وأشار إلى إنه ما كان عنده علم بهيدا الأمر من أبل وإنه في قرار بإرسال اعتذار رسمي للممثلي ساميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ المصري وبحث تفاصيل الواقعة والتحقيق فيها وكانت الممثلي ساميرة عبد العزيز كشفت بأحد لقاءات الصحفية مؤخرا عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان بعد رفض دور والدته بأحد الأعمال الفنية يلي قام ببطولته وقالت فضحني لما رفضت قدي دور والدته وفي ناس شتموني وأنا محكيت بس هو قال لأدبه وقال لي يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وانت بتاخد 20 ألف جنيه هو قال لي أدبه وقال لي يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وانت بتاخد 20 ألف جنيه منشير إلى أنه هيد الأزمي اللي عم يواجهها محمد رمضان اجت بعد وقت أصير على أزمة قرار الدولة المصرية بالحجز على أمواله بالبانك وتبين لي حيئا إلى أنه السبب وراء هيدا القرار هو قضيته مع الطيار المصري الراحل أشرف أبو اليوسو موسيقى